موسيقى الحملة الانتخابية تختتم اسبوعها الثاني وسط نشاط مكثف للمترشحين وممثليهم عبر كامل ربوع الوطن استقطاب الناخبين لم يغب عن خطابات المتسابقين في هذا الاستحقاق الانتخابي اما تفصيل البرامج فركز في مجمله على تعزيز البرامج التنموية وسياسة الدعم ورفع الاجور والاهتمام اكثر بفئة الشباب الاسبوع الثاني الذي تجددت فيه النشاطات الجوارية للتقرب اكثر من المواطن سلطت ضوء على الامن الغذائي وتعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية وبعث المشاريع الكبرى وخلق الثروة وزيادة حجم الانتاج خارج قطاع المحروقات والاهتمام اكثر بقطاع المؤسسات الناشئة ومواصلة محاربة البيروقراطية كما افرد المترشحون حيزا للجالية الوطنية بالخارج اسبوع نزل فيه المترشحون وممثلوهم الى ولايات الجنوب موضحين الاهمية الاستراتيجية لها في مستقبل الاقتصاد الوطني وانهم يعولون على الجنوب ليكون مصدر ثروة وشريانا حقيقيا لمداخل البلاد بعيدا عن المحروقات وما سيكون له من انعكاس على تنمية المنطقة الوضع الاقليمي والدولي المتقلب نقطة اخرى عرج عليها المترشحون كونها دافع للعمل على تعزيز هيبة الجزائر على الساحة الدولية وتدعيم الجبهة الوطنية الداخلية ضد المؤامرات التي تستهدف البلاد ما يجعل التوجه نحو صناديق الاختراع في استحقاق السابع سبتمبر ضرورة كونها محطة مفصلية في المضي نحو قطع الطريق امام كل مؤامرة